افلام السوبر هيرو اعتيادية في طريقة العرض اول شي كيف يكتشف قدراته ثم كيف يوظفها في خدمة المجتمع ضد عدو معين ثم كيف ينتصر عليه اوه ولازم عندنا وحدة تحبه ويحبها يعني فيما يسمى بشكل تكنيكل في الكتابة القصصية هذه الفورميلة تم استهلاكها لين تحولت من قميص الوانة زاهية الى قميص الوانة باهته وريحته عرق بعبق الثوم المعطن لكن مع تايد في الغسيل مفيش مستحيل يعني الكتاب الجيدين بحاجة ان يعملوا تويست حلوة على الفورميلة تطلعنا من جو الاعتيادية الى حاجة حلوة مختلفة فيلم هانكوك يتكلم عن السوبر هيرو بشكل مختلف خارج عن السرب الممل لكن هل تمكن من صناعة قصة مميزة وفيلم ممتع؟ تعالوا نشوف حياكم الله تعالى في قناتي على اليوتيوب كوكبا 612 بلانت بي 612 في كل اسبوع اقوم بتقييم فيلم ورفع على اليوتيوب تابعونا هنا المحك وفي اي فيلم مهما تنبذ له من جهود اخراجية وغرافيتيكية اذا القصة زبالة وانتو بكرامة ما في فايدة من تقديمها على طبق من ذهب لان المحتوى مهما زان شكل الاناء فهو زبالة طبعا في فيلم هانكوك احنا نتكلم بالمعكوس القصة لها لمسة مميزة في عالم السوبر هيروز وهذا بالذات يتمركز بشغلتين اولا شخصية عنكم البطل اللي فقد رونقه واصبح وان كان بطلا لوزر والناس تكرهه طبعا نكتشف خبايا هذا الموضوع اثناء المشاهدة والنقطة الثانية سكريبت القصة اللي يمشي بقدر الامكان بشكل رياليستيك ويضع البابلك اللي هم اهل المدينة في مقام له دور غير بس التصفيق اضف على ذلك واقعية التفكير بمن لديهم قوة خارقة بالنسبة للانسان ايش ممكن يعمل الشي اللي ربما يضعف الفيلم شوي هو ان الشخصيات المساندة غير مثيرة ودوافعها هزيلة شوي الاخراج يمشي في اطار امتيازات هوليوود المعتادة ولا يتميز عنها بشيء يذكر لا يمين ولا شمال وبالتالي يقدم لنا القصة بشكل متزن لقطات الاكشن احيانا اكورد خاصة اثناء الطيران اما لقارات الكلوز اوب مناسبة في اغلب الاحيان واداء ويل سميث زي ما هو متوقع جدا ممتاز ومناسب اما الشخصيات الاخرى فتمشي الحال الجزية الاخيرة من الفيلم وان كانت تو ماتش الا انها تظل very emotional وتحبس الانفاس الجرافيكس اعتبره ذكي لانه ما يترك فرصة للعين المجردة ان تنتمع عن فيه وإلا ببان عدم اندماجه مع التصوير الحي الموسيقى اعتيادية جدا وتنسى بعد ان ينتهي الفيلم خلاصة الفيلم جيد جدا والسبب لان القصة اللي يتمركز عليها سولد ومميزة واداء ويل سميث يشد كالمعتاد ويعطي الشخصية حقها في سلبياتها وإيجابياتها اللي يعتبر قصص السوبر هيروز خزعبلات بانها غير واقعية ففيلم هانكوك بيثبت لها العكس وانه يستحق المشاهدة